اشهد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة ختام موسم عشورى والتي جاءت جامعة وشاملة لكل قيم المحبة والتعيش وعكست مضامينها النهج الذي عرفت به مملكة البحرين منذ مئات السنين في احترام الشعائر والحريات الدينية وهو الأمر الذي عززه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ونص عليه ميثاق العمل الوطني والدستور وجعل مملكة البحرين موذجا متميزا في هذا المجال وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن توجيهات جلالة الملك المفدى رعاه الله ساهمت في نجاح تنظيم وإقامة موسم عاشراء لهذا العام والذي أقيم في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا مثمنا الدعم الذي يوليه جلالة الملك المفدى حفظه الله والحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر لإحياء هذه المناسبة الدينية كما نوها معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود والمتابعة المستمرة التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإدارته المتميزة لفريق البحرين ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى الدور الذي اطلعت به أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية بإحياء هذه المناسبة الدينية وكذلك العلماء والمشايخ الأفاضل والمتطوعون من أبناء الوطن ترجمة نانسي قنقر